هذا دانت المملكة أو مملكة البحرين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له نقطة حراسة أمنية خارجية تابع الحرس الملكي في محافظة جدة وأسفر عن استشهاد رجلي أمن وإصابة آخرين من رجال الأمن وأكدت وزارة الخارجية بمملكة البحرين وقوف مملكة البحرين إلى جانب البملكة العربية السعودية في حربها ضد جميع أشكال إرهاب وكل من يدعمه ويموله وتأييدها التام لكل ما تتخذ من إجراءات وتدابير لاستثباب أمنها واستقرارها من جانبها أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الإرهابي الذي تعرضت له نقطة حراسة أمنية خارجية تابعة للحرس الملكي في محافظة جدة وقال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية الكويتية أن دولة الكويت تقف إلى جانب المملكة العربية السعودية وتأييدها في إجراءتها الرادعة لمواجهة خطر الإرهاب وسعيها للحفاظ على أمنها واستقرارها كما أدانت سلطنة عمان الاعتداء الإرهابي الذي استهدف نقطة حراسة أمنية خارجية تابعة الحرس الملكي في محافظة جدة وأكد البيان الصادر عن وزارة الخارجية تضامن السلطنة مع المملكة العربية السعودية لحماية أمنها ضد آفة العنف والإرهاب هذا وادانت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة حراسة أمنية خارجية تابعة الحرس الملكي في محافظة جدة وأعربت المنظمة عن إدانتها الشديدة لهذا العمل الإرهابي الجبان مؤكدة دعمها للمملكة في كل ما تتخذ من إجراءات لمكافحة الإرهاب بكل أشكاله ترجمة نانسي قنقر